قلت لكم اني حوريكم كيف احافظ على اسامي الخيوط وارقامها في حال اني ابغى ارجع لها عندي دال دفتر هذا الدفتر فيه احط كل الخيوط اللي استخدمتها او اللي عجبتني او حتى ما عجبتني بس اشان يكون عندي خلفية عنها لابا استخدمها بعدين او اباعرف عنها تاني يعني الفكرة الدفتر مرة حلوة وبسيطة راح اوريكم قصدي كيف اللي هو انه تحددي صفحات الجهة اليسار خليها للليب الحق الخيط هتجيب لكم واحد هنا انا ما حطت منه عين عشان اوريكم كيف تسوها طيب مثلا لدي نوع دالخيط حقص الاشياء المهمة زي الاسم طريقة الغسيل رقم الخيط نوعه يعني تفكيها تقصي الزيت وتحطيها سواء بالعرض بالطول بالشكل اللي يناسبك هنا زي كده تمام كل بساطة بعدين هتجيبي الخرامات اللي هي حق اللي يصنعوا بيها الكروت انا هنا على شكل قلب تلاقي منها اشكال مرة كتير بس انا استخدمت اللي شكلها قلب عجبتني او وهي اللي كانت متوفرة عندي طيب بعد كده خلينا نوريكم على نفس الخيوط اللي استخدمتها في هادي القطعة شوفوا كيف حطيت الليبل وكان عندي نوعين اللي هو ستون والريفر هادي ستون الماركة الخيط هادي الخيط لي رقم ولي لون في بعض الخيوط ايجي فيها بس رقم وفي بعضها ايجي فيها رقم ولون الطريقة هي اني حطيت الخيط ورقمه واسمه اذا كان في اسمه حطيت اذا ما كان في اسم بس الرقم احطيتا مثلا هنا ايجي في الزلي ما كنتش اسوي اهمل ما احط رقم الخات فيروح فانسى خلاص ارملي ورقة وانسى بس اول باول احط يعني اه فاد هي الطريقة الي مشيت عليها في اللوانه هكتر ستون والريفر انا برضو الريفر اه طيب اذا انت تبي تحط عينات للون جديد ومثلا ما جربت كل الوان الخيط الي حطته قبل بكل بساطة انا احس اني لو في احتمال اني استخدم او اجيب من الخيط هذا تاني الوان تانية فازيب مثلا صفحتين لتلاتة صفحات اشان احط اه مثلا نوع جديد في حال اني انا مثلا ما حس اني حاجيب احتمال البعيد اخلي صفحة صفحة فاضية كمان زيادة وبس يصير حتى لو او احط شي بعدين لو ما استخدمت الصفحة دي الفاضية عادي ممكن احط اه مركة نوع اب تاني فيها بس